خطوط حيوية أتاحتها شركة النقل العمانية مواصلات وخدمات مرضية والتزام بالمواعيد كل هذا وأكثر جعل مواصلات تحقق أرقاما تصاعدية وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون راكب منذ بدء تشغيل عملياتها بهويتها الجديدة خطرو المعبيل تصدر الخطوط بأكثر من مليون وخمسمائة ألف راكب يلي خطروي الواد الكبير بأكثر من ثمانمائة ألف راكب ثم خطروي مطرح قصر العلم بأكثر من ثلاثمائة ألف راكب أما خطروي واد عدي نقل أكثر من مائتين وخمسين ألف راكب أما الخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة فقد نقلت الشركة أكثر من مائتين وسبعين ألف راكب والمتمثلة في خط مسقط صحار البريمي وخط مسقط نزوى صلالة وخط مسقط صحار دبي بالإضافة إلى خط مسقط عبري ينقل وخط مسقط إبرا سور وخط مسقط مرمول وخط مسقط فهود إلى جانب خط مسقط سناو وخط مسقط سور جعلان ومن ضمن برامجها التطويرية وتنسيقا مع بلدية مسقط تسعى شركة النقل العمانية إلى توفير محطات انتظار مهيئة ومريحة لعملائها في كافة مواقعها بالإضافة إلى توفير خدمة الانترنت اللاسلكي المجاني وتفعيل الشاشات المرئية على متن حافلاتها خلال الفترة القادمة وفيما يتعلق بالمواعيد فإن شركة تتيح حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الانستجرام لينك إن للإتاحة للمستخدمين سهولة الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالرحلات وأوقاتها شكرا شكرا